إذن في أم درمان لم يسجل أفشا وحده إذا كان أفشا جاب الجون وإتعادل الهلال السوداني فقد فاز الأهلي فوزا عظيما لأنه الهدف اللي سجلوا الأهلي النهاردة في مرمى الخصوم لهذه العلاقات التاريخية هدف بيؤكد جدا على قيمة القوى النعمة الرياضية المصرية قدرة النادي الأهلي على الاطلاع بالمسؤولياتي الحروب بأي مباراة من حجماتها قدرة مسؤولي النادي الأهلي باستمرار على أن هم يقوموا بالأدوار الكبيرة الأدوار الكبيرة في إدارة هذه الأزمة اللي انتوا شفتوا السفيرين إزاي عندهم هذا التثمين وهذا التقدير لدور بعثة النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي ومنظومة عمل النادي الأهلي في السودان والأثار اللي تركتها بالمناسبة قبل ما الأهلي حتى يطلع بيانه كان الجانب الهلالي الشقيق شعر بشيء من الاستحيان حس بالخجل مما ارتكبته بعض هذه الجماهير الماريقة اللي هم أول نص رفضوا سلوكياتهم وحرجوهم وين اللي احنا شفنا علشان بس الجمهور اللي عنده استغراب شوية من التطورات السودان في مرحلة انتقالية صعبة فبالتالي مؤكد ان الحكومة اللي موجودة الحالية لها خصوم عايزين يستغلوا الاحداث وده ظرف مصر عانت منه في فترات الانفلات في مباريات كانت مصرية وشوفنا اقتحامات وتدخلات كانت الهندية المصرية معزورة وما عندهاش أي سبب أو أي دخل في اللي بيحصل لكن هي مراحل تحول وظروف انتقالية إن شاء الله ربنا يعافي منها كل الشعوب العربية الشقيقة لكن إدارة الهلال كانت استشعرت الخجل مما حدث وكتبت على صفحتها اعتذار صريح نعتذر لكافة الشعب المصري دي صفحة نادي الهلال نعتذر لكافة الشعب المصري عامة وللعيبة وجماهير الأهل المصري عما بدر من بعض الجماهير الغاضبة من الأداء الضعيف من لعيب الهلال وحكم المباراة كما نبارق لفريق الأهل بمناسبة تعهله للدور القادم ونتمنى له مزيدا من التوفيق ده اعتذار من صفحة الهلال بالشعار بتاعهم من أول مباراة من بعد المباراة على طول إذن هدي مشؤولية برضو أحساسا منهم بخطأ اللي حصل ما دي مشؤولية صحيح يعني تعاملوا بمسؤولية في هذا الأمر إذن حتى النادي اللي لالوا مسؤولوا تعاملوا بمسؤولية جاهك واعتذروا لك وتاني هناك حسابات للمباراة ونتائجها وحسابات للأشخاص إيه اللي حيود علينا بالنفع في الآخر خالص من إن ملعب سوداني توقف ولا حاج ولا نرضاه ولا نرضاه اللي هو ساعة إلى هذا هو اللي نزل ملعب وقتاحا معارف إن فيه ربما يعرض فريق الهلال للعقوبات فأنا التحقيقات الأيام القادمة مع الناس هناك في السودان هتكشف لهم من الوراء هذه الأحداث وإحنا عارفين هنا من وراء هذه الأحداث